السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو سأقوم بشرح الهمزة المتوسطة والحالات الاستثنائية لا الهمزة المتوسطة طبعا في البداية بالنسبة لا الهمزة أو تقسم الهمزة من حيث موقعها في الكلمة قد تأتي الهمزة في بداية الكلمة ونسميها بهمزة الوصل أو القطر وقد تأتي الهمزة في وسط أو منتصف الكلمة ونسميها بالهمزة المتوسطة وقد تأتي الهمزة في نهاية الكلمة ونطلق عليها اسم الهمزة المتطرفة طبعا اليوم سنتحدث عن الهمزة المتوسطة وهي الهمزة التي تأتي في وسط الكلمة أو الهمزة التي تأتي في منتصف الكلمة إذن الهمزة المتوسطة هي الهمزة التي تأتي في منتصف أو وسط الكلمة طبعا بداية خطوات كتابة الهمزة المتوسطة أو الهمزة التي تأتي في منتصف الكلمة طبعا الهمزة في وسط الكلمة قد تكتب على ألف أو قد تكتب على واو أو قد تكتب على النبرة أو ممكن أن نكتبها على الصدر طبعا هذا يعود للحالات الاستثنائية في البداية سنبدأ بكتابة الهمزة المتوسطة طبعا خطوات كتابة الهمزة المتوسطة ننظر في البداية إلى حركة الهمزة إذن أول خطوة من خطوات كتابة الهمزة المتوسطة علينا أن ننظر إلى حركة الهمزة ثم ننظر إلى حركة الحرف الذي قبل الهمزة إذن الخطوة الأولى من خطوات كتابة الهمزة المتوسطة كتابة سليمة أو كتابة صحيحة ننظر إلى حركة الهمزة ثم ننظر إلى حركة الحرف الذي قبلها ثم نقارن من أقوى طبعا ثم نقارن من الأقوى طبعا ونرسم الهمزة على الحرف الذي يناسب الحركة الأقوى طبعا في البداية كيف نعلم أي حركة أقوى طبعا أقوى الحركات في البداية لدينا الكسرة ثم تليها الضمة ثم تليها الفتحة ويأتي السكون وطبعا ملحوظة مهمة جدا أن السكون هو لا يعتبر حركة أو أن نقول أن السكون هو ليس بحركة فهو دائما يكون الأضعف إذن أقوى حركة الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ونهاية يأتي السكون واتفقنا أن السكون هو ليس بحركة كما هو أمامكم طبعا طريقة سهلة لحفظ أقوى الحركات أو أقوى شيء طريقة سهلة لحفظ ذلك نقول كسرت يدي فضممتها ففتحتها فسكنت إذن كسرت يدي فضممتها ففتحتها فسكنت أي كسرة ضم فتحة سكون واتفقنا أن السكون هو ليس بحركة إذن بعد طبعا علمنا ثم نقوم بالمقارنة أو نقارن من الأقوى ونرسم الهمزة على الحرف الذي يناسب الحركة الأقوى طبعا الكسرة يناسبها شكل النبرة كما هو أمامكم والضمة يناسبها شكل الواو كما هو أمامكم والفتحة يناسبها الألف كما هو أمامكم إذن الكسرة يناسبها النبرة والضمة يناسبها الواو والفتحة يناسبها الألف إذن خطوات كتابة الهمزة المتوسطة خطوات يجب علينا أن نطبقها ننظر في البداية إلى حركة الهمزة ثم ننظر إلى حركة الحرف الذي قبلها ونقارن من أقوى من خلال طبعا حفظي لهذا طبعا نحفظ أن في البداية الكسرة ضم الفتحة وأخيرا يأتي السكون والسكون هو ليس بحركة واتفقنا نرسم الهمزة على الحرف الذي يناسب الحركة الأقوى الكسرة طبعا نرسم الهمزة على الحرف الذي يناسب الحركة الأقوى الكسرة يناسبها النبرة الضمة يناسبها الوا والفتحة يناسبها الألف لنطبق ذلك على مجموعة من الكلمات لدينا في البداية هذه الكلمة وهي سئلة لنركز جيدا ما سبب كتابة الهمزة طبعا بهذا الشكل نلاحظ هنا أن الهمزة هي جاءت في وسط الكلمة إذن هنا الهمزة متوسطة إذن الهمزة لاحظوا جيدا في هذه الكلمة سئلة الهمزة هنا جاءت في وسط الكلمة إذن هنا الهمزة متوسطة نركز أيضا اتفقنا أن لنعلم أو شكل أو كتابة الهمزة المتوسطة ننظر إلى حركة الهمزة نلاحظ جيدا أن حركة الهمزة هنا نلاحظ أن الهمزة هنا مكسورة أو حركتها الكسرة إذن دائما في الهمزة المتوسطة علينا أن ننظر إلى حركة الهمزة وثم حركة الحرف الذي قبلها إذن نلاحظ هنا أن الهمزة مكسورة أو نقول أن حركة الهمزة هنا الكسرة طبعا ما هو الحرف الذي قبل الهمزة في هذه الكلمة هو حرف السين ما حركة هذا الحرف حركته الضمة أو ممكن أن نقول أن الحرف الذي قبلها مضموم إذن ما حركة الحرف الذي قبل الهمزة هنا حرف السين وهي الضمة طبعا بعد ما نظرنا لحركة الهمزة ونظرنا لحركة الحرف الذي قبل الهمزة علينا هنا أن نقارن من الأقوى طبعا حسب ما قلت سابقا من الأقوى الضمة أم الكسرة إذن من أقوى الكسرة أم الضمة طبعا الأقوى وهي الكسرة طبعا الكسرة هي أقوى من الضمة واتفقنا أننا نقوم برسم الهمزة على الحرف الذي يناسب الحركة الأقوى والكسرة ماذا يناسبها؟ الكسرة يناسبها النبرة إذن لذلك كتبنا الهمزة على نبرة إذن الهمزة هنا حركتها كسرة أو الهمزة هنا مكسورة والحرف الذي قبلها مضموم أو نقول حركة الحرف الذي قبلها الضمة طبعا اتفقنا أن الكسرة هي أقوى من الضمة والكسرة ماذا يناسبها يناسبها النبرة لنأخذ مثال آخر ولدينا هنا اللي هي كلمة فؤاد إذن لدينا هنا كلمة فؤاد طبعا نلاحظ هنا في هذه الكلمة طبعا أريد هنا تعديل الحركة فؤاد إذن نلاحظ أن الهمزة هنا جاءت في منتصف أو جاءت في وسط الكلمة إذن نلاحظ هنا في فؤاد أن الهمزة جاءت في وسط الكلمة إذن هنا هذه الهمزة هي همزة متوسطة جاءت في وسط الكلمة طبعا واتفقنا دائما في الهمزة المتوسطة علينا أن ننظر إلى حركة الهمزة ثم ننظر إلى حركة الحرف الذي قبل الهمزة ثم نقارن من أقوى ونرسم الهمزة حسب حركة الحرف الأقوى أو حسب طبعا ويكون كتابتنا للهمزة على الحرف الذي يناسب الحركة الأقوى لنأتي هنا نلاحظ هنا أن فو آد إذن نلاحظ أن هذه الكلمة فو آد نلاحظ أن حركة الهمزة الفتحة إذن حركة الهمزة الفتحة ما الحرف الذي يسبق أو الحرف الذي قبل الهمزة هو حرف الفاء ما حركة هذا الحرف حركة هذا الحرف الضمة إذن الهمزة حركتها الفتحة إذن الهمزة هنا مفتوحة إذن الهمزة هنا مفتوحة والحرف الذي قبلها مضموم أي هي حركتها فتحة والحرف الذي قبلها عليه الضمة إذن طبعا نعود هنا حاليا بعد ما نظرنا إلى حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها نقارن من الأقوى من أقوى هنا هل الفتحة أم الضمة إذن من أقوى الضمة أم الفتحة طبعا الضمة هي أقوى من الفتحة إذن الضمة هي أقوى من الفتحة إذن الضمة هي الأقوى إذن كما اتفقنا نرسم الهمزة على الحرف الذي يناسب الحركة الأقوى إذن نحن اتفقنا هنا في فؤاد من أقوى الضمة أم الفتحة اتفقنا أن الضمة هي الأقوى طبعا بما أنها الضمة هي الأقوى سنرسم الهمزة على الحرف الذي يناسب الحركة الأقوى طبعا بما أنها طلعت عند الضمة هي الحركة الأقوى فما الحرف الذي يناسب الضمة الواو إذن تكتب الهمزة هنا على واو إذن تكتب الهمزة هنا على واو إذن الهمزة هنا مفتوحة أو نقول حركتها الفتحة والحرف الذي قبلها مضموم أو نقول حركته الضمة والضمة أقوى من الفتحة والضمة يناسبها الواو إذن اتفقنا بالهمزة المتوسطة هي همزة تأتي في منتصف الكلمة لكتابتها علينا أن حسب الخطوات أن ننظر إلى حركة الهمزة ثم ننظر إلى حركة الحرف الذي قبلها ثم نقارد من الأقوى بعد المقارنة نرسم الهمزة على الحرف الذي يناسب الحركة الأقوى انتفقنا أن الأقوى شيء لدينا الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة وأخيرا يأتي السكون والسكون هو ليس بحركة واتفقنا أن الكسرة يناسبها النبرة وأن الضمة يناسبها الوا والفتحة يناسبها الألف لنكمل لدينا هنا مأوى نلاحظ هنا أن عندما نقول مأوى نلاحظ أن الهمزة هنا متوسطة جاءت في وسط الكلمة لاحظ عندما نقول مأوى الهمزة هنا ساكنة إذن الهمزة هنا ساكنة والحرف الذي قبلها ماذا عليه فتحة إذن نلاحظ الهمزة هنا ساكنة ماذا على هذه الهمزة سكون والحرف الذي قبلها مفتوح عليه على حركة هذا الحرف الذي قبلها فتحة طبعا نقارن هنا من الأقوى طبعا من أقوى هنا الفتحة أم السكون نعود من أقوى الفتحة أم السكون طبعا الفتحة هي الأقوى واتفقنا أن الفتحة ماذا يناسبها يناسبها الألف لذلك كتبنا هذه الهمزة على ألف ننتقل للكلمة التي تليها لدينا هنا مؤتة عندما نقول مؤتة اتفقنا دائما بالهمزة المتوسطة ننظر إلى حركة الهمزة ثم ننظر إلى حركة الحرف الذي قبلها ثم نقارن من الأقوى ونكتب الهمزة حسب الحرف الأقوى أو نكتب طبعا الهمزة على الحرف الذي يناسب الحركة الأقوى طبعا نلاحظ هنا عندما نقول مؤتة الهمزة هنا ساكنة ماذا على الهمزة السكون إذن الهمزة هنا ساكنة والحرف الذي قبلها هو حرف الميم هو حرف مضموم يعني عليه ضمة حركته الضمة طب لما نيجي نقارن هون ما بين السكون والضمة من أقوى السكون أم الضمة طبعا الأقوى بالتأكيد الضمة طبعا واتفقنا أنه بنكتب الهمزة هاي كما قلنا على الحرف الذي يناسب الحركة الأقوى إذن نكتب طبعا الضمة ماذا يناسبها الواو لذلك طبعا نكتبها على واو لأن الهمزة ساكنة والحرف الذي قبلها مضموم أو حركته الضمة والضمة هي أقوى من السكون والضمة ماذا يناسبها الواو ننتقل للكلمة الأخيرة وهي لدينا هنا سألة لدينا سألة نلاحظ هنا أن طبعا هذه الهمزة متوسطة كيف عرفنا أنها متوسطة لأن الهمزة جاءت في وسط الكلمة الهمزة هنا جاءت في وسط الكلمة تفقنا في الهمزة المتوسطة دائما ننظر إلى حركة الهمزة ثم ننظر إلى حركة الحرف الذي قبلها ما حركة الهمزة هنا الفتحة وما حركة الحرف الذي قبلها الفتحة ثم نقارن من الأقوى طبعا الفتحة وفتحة تعادل إذن الفتحة ماذا يناسبها يناسبها دائما الألف إذن الهمزة هنا مفتوحة أو حركتها فتحة والحرف الذي قبلها مفتوح أو حركته فتحة والفتحة ماذا يناسبها الألف إذن القاعدة سهلة وبسيطة جدا الهمزة المتوسطة هي الهمزة التي تأتي في منتصف الكلمة لكتابتها كتابة سليمة علينا أن ننظر إلى حركة الهمزة ثم ننظر إلى حركة الحرف الذي قبلها ثم نقارن من الأقوى وأخيرا نرسم الهمزة على الحرف الذي يناسب الحركة الأقوى طبعا لدينا هنا الحالات الاستثنائية لكتابة الهمزة المتوسطة إحنا اتفقنا في الهمزة المتوسطة دائما ننظر إلى حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها ثم نقارن من الأقوى ونرسم الهمزة على الحرف الذي يناسب الحركة الأقوى ولكن لدينا مجموعة من الحالات الاستثنائية لكتابة هذه الهمزة المتوسطة هذه الحالات تخرج عن القاعدة التي تعودنا عليها في كتابة الهمزة المتوسطة هذه الحالات تخالف القاعدة التي كنا نمشي عليها طبعا لنوضح ذلك أكثر عندما نأتي هنا إلى عباءة نلاحظ أن هذه الهمزة متوسطة جاءت في وسط الكلمة طبعا إحنا انتفقنا أو الطالب تعود في كتابة الهمزة المتوسطة أن ينظر إلى حركة الهمزة وينظر إلى حركة الحرف الذي قبلها ويقارن من الأقوى نلاحظ هنا أن الهمزة مفتوحة عليها فتحة ونلاحظ أن الحرف الذي قبلها ساكن لدينا هنا ألف وهذه الألف ساكنة ممكن الطالب هنا طبعا يقوم كما تعود يقارن الفتحة والسكون من الأقوى طبعا الفتحة واتفقنا أنه نكتب أو نرسم الهمزة على الحرف اللي بناسب الحركة الأقوى طيب الفتحة بمعنى هي أقوى الفتحة بناسبها الألف ولكن أنا هنا قمت بكتابة الهمزة على السطر فما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك هذه حالة استثنائية تخرج عن القاعدة اللي تعودنا عليها هذه الحالات الاستثنائية تخالف القواعد اللي تعودنا عليها في الهمزة المتوسطة بأنها الهمزة المتوسطة تكتب على السطر إذا كانت مفتوحة وقبلها ألف ساكنة إذن لاحظوا هنا في عباءة الهمزة هنا مفتوحة ومسبوقة بألف ساكنة لذلك كتبت على السطر هذه حالة استثنائية خلينا نركز على أنه الهمزة مفتوحة ومسبوقة بألف ساكنة ركزوا أنه هي مسبوقة بألف وهاي الألف طبعا بألف ساكنة فهي تكتب على السطر ولدينا أيضا هنا قراءة نلاحظ أن الهمزة هنا مفتوحة إذن الهمزة مفتوحة ومسبوقة بألف ساكنة إذن مباشرة نتذكر أنها هذه حالة استثنائية ونكتبها على السطر لننظر إلى الحالة الأخرى لدينا هنا كلمة نبوءة لدينا هنا كلمة نبوءة طبعا الطالب ينظر يرى أن هذه الهمزة جاءت في وسط الكلمة أو في منتصف الكلمة إذن هذه الهمزة هي همزة متوسطة هكذا نحن تعودنا تمام طيب هنا الطالب ممكن أن يقول أن حركة الهمزة هنا الفتحة الهمزة هنا مفتوحة والحرف الذي قبلها ساكن الواو هنا ساكنة لو جاء الطالب وقارن ما بين الفتحة والسكون طبعا الفتحة هي أقوى من السكون والفتحة يناسبها الألف ولكن لماذا كتبتها على السطر لم أكتبها على الألف إذن هذه حالة استثنائية تخالف الحالة أو تخالف قواعد الهمزة التي تعودنا عليها فهي أن الهمزة المتوسطة إذا جاءت مفتوحة ومسبوقة بواو ساكنة تكتب على السطر خلينا نركز إنها مسبوقة بواو ساكنة فبنكتبها على السطر لدينا أيضا حالة استثنائية أخرى وهي هذه الكلمة لدينا هنا بيئة طبعا يلاحظ الطالب هنا أن هذه الهمزة جاءت في منتصف أو جاءت في وسط الكلمة طبعا الطالب متعود في الهمزة المتوسطة أن ينظر لحركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها ويقارن من الأقوى ويرسم الهمزة على الحرف البناسب الحركة الأقوى كما تعودنا طبعا هنا بنلاحظ أن الهمزة مفتوحة عليها فتحة والحرف الذي قبلها بأ الحرف الذي قبلها ساكن عليه سكون طبعا هنا الطالب رح يحكي طيب فتحة لو يجي قارن من الأقوى رح يحكي هون أنه هون عندي فتحة وفيه طبعا الحرف القبلها ساكن فيه عندي سكون من أقوى الفتحة ولا السكون طبعا الأقوى الفتحة ورح يحكي أنه الفتحة بناسبها الألف طب لماذا أنا قمت بكتابتها على النبرة ما كتبناها على ألف هذه حالة استثنائية هذه حالة استثنائية تخالف حالات الهمزة المتوسطة اللي تعودنا عليها هنا الهمزة جاءت مفتوحة وسبقت بياء ساكنة ركزوا لي أنه ياء ساكنة إذن جاءت الهمزة مفتوحة ومسبوقة أو قبلها ياء ساكنة لذلك كتبت على النبرة إذن وأيضا بالنسبة لكلمات بيئة إذن أيضا هي هنا جاءت مفتوحة ومسبوقة بياء ساكنة فكتبت على النبرة وأيضا هيئة مفتوحة ومسبوقة بياء ساكنة فكتبت على النبرة إذن احنا اتفقنا في الهمزة المتوسطة أنه ننظر لحركة الهمزة وثم ننظر إلى حركة الحرف الذي قبلها ونقارن من الأقوى طبعا بعد ما نقارن من الأقوى نرسم الهمزة طبعا نرسم الهمزة على الحرف الذي يناسب الحركة الأقوى اتفقنا على ذلك ولكن هذه مجموعة الحالات الاستثنائية تخرج عن القاعدة التي تعودنا عليها تخرج عن القاعدة التي تعودنا عليها إذن قلنا هنا لهذه الحالات الاستثنائية أن الهمزة إذا جاءت مفتوحة خلينا نركز جيدا في القواعد الهمزة إذا جاءت مفتوحة ومسبوقة بألف ساكنة تكتب على السطر خلينا نركز أنا حكيت الهمزة مفتوحة ومسبوقة بألف ساكنة تكتب على السطر وإذا جاءت الهمزة مفتوحة ومسبوقة بألف ساكنة أيضا تكتب على السطر وإذا جاءت الهمزة مفتوحة ومسبوقة بألف ساكنة تكتب على النبرة إذا تحقق في الكلمة أي من الحالات الاستثنائية طبعا نكتبها كما قلت لكم في قواعد الحالات الاستثنائية فهناك كلمة مثلا قراءة هنا يلاحظ الطالب أنها همزة متوسطة والهمزة المتوسطة طبعا الطالب تعوده أن ننظر إلى حركتها وننظر إلى حركة الحرف القبلها ونقارن من الأقوى طبعا هنا نلاحظ أن الهمزة مفتوحة والحرف الذي قبلها ساكن والفتحة أقوى من السكون والفتحة يناسبها ألف ولكن أنا هنا قمت بكتابتها على السطر ما كتبناها على ألف إحنا هنا خالفنا القواعد اللي إحنا تعودنا عليها هذه تكون حالة استثنائية طبعا يكون التعليل بأن الهمزة هنا مفتوحة ومسبوقة أو قبلها ألف ساكنة لذلك كتبت على السطر ونضع بين قوسين أن هذه حالة استثنائية وهكذا أكون انتهيت من شرح الهمزة المتوسطة والحالات الاستثنائية لا الهمزة المتوسطة